مع كل ما يحدث في كل من سوق العملات الرقمية والأسواق التقليدية مؤخرا قد يكون من الصعب جدا مواكبة جميع الأحداث المهمة التي قد تؤثر على استثمارك وهذا هو السبب في أنني سأتكلم اليوم عن مجموعة من الأمور التي يجب أن تكون على دراية بها في الأسابيع القادمة سأقوم بتغطية احتمالية إغلاق الحكومة الأمريكية بالإضافة إلى التخلف عن السداد الائتماني المحتمل من قبل الولايات المتحدة وماذا ستعني هذه الأحداث لأسواق العملات الرقمية سأقوم أيضا بتغطية ما يمكن أن تخبرنا به خيارات انتهاء صلاحية الكريبتو عن الخطوة الكبيرة القادمة وكيف أن الحظر الشامل للعملات الرقمية في الصين يؤدي بالفعل إلى زيادة النمو في بعض بروتوكولات الديفاي وأشياء كثيرة قبل أن نبدأ بكل ذلك تأكد من الاشتراك وتفيد الجرس حتى لا تفوتك المزيد من الفيديوهات مثل هذا الفيديو بالإضافة إلى كل شيء آخر أقوم بنشره على القناة طيب إذا لم تكن قد سمعت عن هذا الخبر من قبل فهناك احتمال إغلاق الحكومة الأمريكية في وقت قريب جدا 15 أكتوبر بسبب الخلاف حول كيفية التعامل مع ديون البلاد قبل أن أكمل قد يبدو إغلاق الحكومة كشيء مجنون لكنه في الواقع ليس شيئا غريبا في الولايات المتحدة على الأقل خلال السنوات القليلة الماضية يمكن أن يكون الإسم أيضا مضللا بعض الشيء حيث لم يتم إغلاق جميع جوانب الحكومة ولكن فقط بعض الخدمات غير الأساسية يحدث هذا عندما لا تستطيع الحكومة الموافقة على ميزانية محدثة في الوقت المناسب وغالبا ما يكون سبب الخلاف حول عدة جوانب أو حتى جانب رئيسي واحد في هذه الحالة سقف الديون سقف الديون هو مقدار الأموال التي يمكن للحكومة الأمريكية اقتراضها وإذا لم يتم تمرير التصويت لزيادة هذا السقف فلن تكون الولايات المتحدة قادرة على دفع فاتورة حوافز العام الماضي وأموال التعافي يجب الموافقة على هذا التصويت بحلول 30 سبتمبر إذا لم يتم التصويت لهذا فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى الإغلاق استمرت عمليات الإغلاق السابقة من بضعة أيام إلى أكثر من شهر في الماضي تنتهي عمليات الإغلاق عندما توافق الحكومة على ميزانية جديدة لتمريرها ومع ذلك فهذه المرة مختلفة لأنه إذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف الديون فلن يكون هناك إغلاق فحسب بل قد تتخلف الدولة عن سداد قروضها للمرة الأولى في التاريخ مما يؤدي إلى خفض الثقة في الرصيد الاعتماني للولايات المتحدة سيكون لهذا آثار سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد الأمريكي وسيؤدي بالتأكيد إلى انخفاضات كبيرة في الأسواق التقليدية ثم أسواق العملات الرقمية أيضا بسبب ارتباطها بالأسواق التقليدية يمكن أن تشمل بعض هذه الآثار ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بما في ذلك الرهون العقارية وقروض السيارات وحتى أسعار الفائدة على بطاقات الاعتمان بالإضافة إلى ذلك سيصبح اقتراض الأموال مكلفا جدا على حكومة الولايات المتحدة مما يجعل من الصعب توفير حوافز اقتصادية إحدى الآثار المحتملة الأخرى هو أن بعض المستثمرين قد ينزحبون من الاستثمار في الولايات المتحدة مما يؤدي إلى زيادة الأضرار بالأعمال وهذا بالطبع نتيجة غير مرغوب فيها للغاية وهذا هو السبب في أنه من المحتمل أن تتوصل الحكومة إلى شكل من أشكال التسوية من أجل تجنب هذا النوع من المواقف حتى ولو كانت هذه التسوية هي ببساطة تأجيل التاريخ المحدد لاتخاذ القرار المهم وهذا شيء من المحتمل أن تركز الأخبار عليه في الأيام القادمة لذلك من المهم أن تكون على علم بهذا بالانتقال إلى انتهاء صلاحية بعض الخيارات قمت بتغطية عدد قليل من هذه الأحداث في الماضي حيث يمكن استخدامها للكشف عن بعض البيانات المثرة للاهتمام حول ما يعتقد الحيتان والمؤسسات أنه سيحدث في سوق الكريبتو وذلك لأن غالبية حجم خيارات الكريبتو تتكون من مستثمرين أثرياء مثل الحيتان والمؤسسات التي تستخدمها للتحويط على المراكز أو الاستعداد للتقلبات لقد تبت أن هذا صحيح في الماضي حيث شهدت الأيام قبل انتهاء صلاحية خيارات البيتكون والإيثيريوم الرئيسية تقلبات متزايدة الأمر المثير للاهتمام حاليا هو أنه كان هناك ارتفاع كبير في حجم التداول واهتمام مفتوح ببوتس أو بيع الإيثيريوم وتنتهي صلاحيته في الثامن من أكتوبر البوتس أو البيع هي عمليات الشراء عندما يعتقد المستثمرين أن السعر سينخفض إلى مستوى سعر معين كما نرى هنا المستويات الأكثر شيوعا التي يتم شراء هذه البوتس فيها هي 2800 دولار و 2700 دولار لكي تكون هذه البوتس مربحة يجب أن يصل الإيثيريوم إلى أقل من تلك المستويات لكن الأمر المثير للاهتمام في هذا الأمر هو أنه إذا ألقينا نظرة على خيارات البيتكوين التي تنتهي صلاحيتها في الثامن من أكتوبر فهناك كولز أكثر من عمليات البوتس مما يعني أنه هناك اعتقاد أكبر بأن البيتكوين سيرتفع بدلا من أن ينخفض هذا ملحوظ لأن البيتكوين والإيثيريوم مرتبطان بشكل عام ولكن بيانات الخيارات هذه تقودنا إلى أن الأشخاص الذين يشترون هذه الخيارات يعتقدون أن الإيثيريوم سيهبط بينما يظل البيتكوين كما هو أو يصعد هناك بالطبع عدد قليل من العوامل الأخرى التي يمكن أن تلعب دورا فيما يتعلق بتسعير الخيارات مثل كيفية تأثير التقلبات على أقصاط التأمين المفروضة على شراءها ولكن التناقض الواضح في العدد الكبير من البوتس التي يتم شراءها من أجل إيثيريوم مقابل وجود كولز أكثر من البوتس على البيتكوين لنفس التاريخ ليس شيئا يجب تجاهله السبب وراء ذلك غير معروف حاليا ولكن إذا وجدتم المزيد من المعلومات فسأعلمكم جميعا الآن دعونا نتحدث عن الديفاي لقد كنت متفائلا في الديفاي لفترة طويلة الآن ولكن مع الحظر الشامل الأخير للعملات الرقمية من قبل الصين بدأنا بالفعل في رؤيته يستخدم إلى حد أقصى أعتقد أن الكثير منكم يتفقون معي في أنه خلال العام الماضي أو في ذلك الوقت منذ صيف الديفاي فأن السبب الرئيسي وراء استخدام الأشخاص لبروتوكولات الديفاي هو كسب المال إما عن طريق البدء مبكرا في مشاريع جديدة أو من خلال الاستفادة من العائدات والفوائد المرتفعة للأسعار المتاحة من خلال الفارمينغ والإقراض لا يوجد أي مشكلة لكننا بدأنا الآن في رؤية آثار الأشخاص الذين يستخدمونها لأنهم مضطرون لذلك يمنع الأشخاص الذين يعيشون في الصين من استخدام جميع خدمات الكريبتو المركزية تقريبا وقد أدى ذلك إلى انتقالهم إلى التداول على دكسس مثل يوني سواب، سوشي سواب ودي واي دي اكس قبل هذا الانخفاض الأخير شهدت العملات لهذه البروتوكولات بعض الزيادة الكبيرة في الأسعار بالإضافة إلى زيادة الحجم في الواقع للمرة الأولى منذ إنشاءها دي واي دي اكس تجاوزت الكوين بيس في حجم التداول على مدار 24 ساعة أمس إذا لم تكن تعرف فإن دي واي دي اكس عبارة عن منصة تداول مشتقات لا مركزية بدلا من منصات هورية مثل يوني سواب و سوشي سواب بالطبع لن ينتقل كل شخص في الصين أو في أي مكان آخر يتم في حضرة العملات الرقمية إلى الديفاي ولكن على الأقل في الوقت الحالي يبدو أن هناك عددا كبيرا من الأشخاص الذين سيفعلون ذلك سيكون من الجيد أن نأخذ في الاعتبار بينما ننتظر بعض الوضوح التنظيمي في الولايات المتحدة ربما إذا انتهى الأمر بإقرار اللوائح القاسية مثل تلك التي تم اقتراحها فيمكننا أن نرى هجرة أكبر نحو هدمات الديفاي شيء آخر مثير الاهتمام يجب ملاحظته هو أنه من المثير الاهتمام أن نرى إلى أي مدى وصلنا في الكريبتو حتى منذ وضع سنوات مضت في عام 2018 أو حتى عام 2019 اعتمد غالبية مستخدم الكريبتو تماما على الخدمات المركزية لكننا الآن إلى حد كبير في النقطة التي أي شخص يستطيع أن يفعل أي شيء عبر السلسلة أو بما يسمى التشين بما أننا في موضوع الديفاي وفعل أشياء على السلسلة هناك شيء آخر وتتحدث عنه اليوم هو DPX وهو مصدر وفتوح لا مركزي ويعمل كproof of stake وproof of work على البلوكتشين يركز على توفير عمليات نقل العملات الرقمية بشكل سريع ورخيص ومجهول يتم تأكيد المعاملات على الدي بي اكس في عشر ثواني فقط ويتم تصنيفها ضمن أفضل عشر سلاسل بلوكتشين لتكاليف المعاملات بمتوسط تكلفة أقل من سنت واحد يتم توفير إخفاء الهوية من خلال البروتوكول زيرو كوين وهناك نظام كامل يتم إنشأه على السلسلة لتغطية أي شيء قد يحتاجه المستخدم ويتم تطوير مشاريع جديدة باستمرار لتوسيع النظام أيضا إذا أراد المستخدم كسب بعض الدخل الدائم فيمكنه تشغيل ماستر مود لشبكة دي بي اكس عملة دي بي اكس متاحة لتداول ولكن الحدث الرئيسي الذي يحدث حاليا هو فقدان دي بي اكس في بعض المنصات الرئيسية بدأت هذه القوائم في عشر سبتمبر وستنتهي في خمسة أكتوبر بعض المنصات التي يتم إدراج دي بي اكس عليها هي بيتمارت البانك ووايت بيت ولاي توكن وبرو بيت تعد بيتمارت واحدة من أكبر عشرين منصة للعملات الرقمية في العالم وبرو بيت هي أكبر منصة في أوروبا وقد فازت بلا عديد من الجوائز أحد الميزات المثيرة للاهتمام في دي بي اكس هي أن هناك بعض الحلول الجاهزة المتاحة لأي شخص لاستخدامها أو البناء عليها يتم عرض بعضها هنا على سبيل المثال يسهل على المتجر عبر الإنترنت قبول الدفع عن طريق دي بي اكس على موقع الويب هناك واجهة برمجة تطبيقات ونظام حساب تم إعداده للسماح بالدفع بشكل سريع للأشخاص مثل السائقين ستكون هناك أيضا شبكة واسعة النطاق لأجهزة الصراف الآلي متاحة للمستخدمين للاستفادة منها إذا ألقينا نظرها على خارطة المشروع يمكننا أن نرى أنه في عام 2022 سيتم إنشاء محفظة محمولة للسلسلة وسيتم إطلاق منصة بيغاس الرقمية وفي عام 2023 ستكون هناك أجهزة صراف آلي في جميع المدن التي توجد بها مكاتب دي بي اكس هذه المدن مدرجة هنا وهنا إذا كنت تريد معرفة المزيد عن دي بي اكس فيمكنك التحقق من الرابط في الوصف أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالفيديو وأراكم بالفيديو القادم